الجزائر تقلب تأخرها أمام أوغندا إلى فوز استعاد المنتخب الجزائري نغمة الانتصارات وقلب تأخره بهدف إلى فوز اثنان لواحد على مضيفه الأوغندي يوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة السابعة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا وتقدم منتخب أوغندا عن طريق ترافيس موتيابا في الدقيقة العاشرة قبل أن يدرك المنتخب الجزائري التعادل عن طريق حسام عوارفي في الدقيقة 46 وفي الدقيقة 58 سجل سعيد بن رحم الهدف الثاني للمنتخب الجزائري ورفع المنتخب الجزائري رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة بفارق ثلاث نقاط عن أربع منتخبات وهي بوتسوانا وغينيا وموزنبيق وأوغندا على الترتيب فيما يتذيل منتخب الصومال الترتيب بدون رصيد من النقاط ترجمة نانسي قنقر